استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم السقر وذلك بحضور الواع عباس كامل رئيس المخابرات العامة ووزيرة التجارة وصناعة نيفين جامع وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت وشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح ولي عهد الكويت مؤكدا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية رسخة على جميع الأصعاد وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومية كما أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم من جانبه نقل السيد محمد جاسم السقر إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقه الأمير نواف صباح وولي العهد مشعل الصباح مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعمة رئيسة للأمن والاستقرار بالوطن العربي فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة ووعدة في جميع القطاعات ما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر وهو من عكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر